اشتركوا في القناة والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس كأس افراقيا اقل من 23 سنة اربعة لاعبين مغاربة في التشكيلة المثالية لدور المجموعات من بينهم الزلزول والصبارية كشف الاتحاد الافراقي لكرة القدم يوم الاثنين عن التشكيلة المثالية لدور مجموعات كأس امم افراقيا لاقل من 23 سنة وعرفت التشكيلة المثالية للمسابقة القارية حضور اربعة اسماء مغربيتنا تزمتل في مهدي بوكامير واسماعيل سباري وعبدالصمد الزلزولي ثم يانيس باقراوي وعرفت التشكيلة المثالية حضور المصري حمز حسين في الحراسة وبوكامير وحسام عبدالسلام ثم ابراهيم السيسي في خط دفاع وفي الوسط تواجد رفقة السيباري كل من الماليين شيخ نادومبيا وفودي دوكوري والمصر ابراهيم عادل بينما تكون الهجوم من التشكيلة اسام عبدالهادي من المنتخب المصري وعبدالصمد الزلزولي ويانيس باقراوي يذكرون المربع الدهبي سيعرف استضام مصر بغيني يوم غد انطلاق من الساعة السادسة مساء بملعب طنج الكبير فيما سيواجه المنتخب المغربي نظره المالي في اليوم ذاتها انطلاقا من الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة المغربية بمركب الأمير مولي عبدالله بمدينة الريباط غورديولا يعلنها ويطلب أشرف حكيمي بالقدوم إلى مونشستر سيتي أكدت العديد من المصادر الصعوفية الإنجليزية أن نادي مونشستر سيتي الإنجليزية السادف التعاقد مع ظاهر باريسان جرمان أشرف حكيمي في صفقة انتقال من المرجح أن تغضب كايل وولكار بعد نهائي دور أبطال أوروبا وبحسب موارد يتطلع مونشستر سيتي إلى الاستغناء عن كايل وولكار في الوقت الذي يتطلع فيه الظاهر المغربي أشرف حكيمي إلى التغيير الأجواء ويرغب السيتي في تعزيز صفوفه بدماء جديدة بشكل أكبر بعد فوزه بتلاتية دور الأبطال أوروبا والدور الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ومن المقرر أن تجمع محادثات المونشستر سيتي وباريسان جرمان بشأن التوافر أشرف حكيمي الذي قد يحل محل كايل وولكار في الفريق وفقا لصحيفة ماركا الإسبانيا ويذكر أن كايل وولكار تم ربطه مؤخرا بالابتعاد عن النادي الإنجليزي حيث أبدى باير ميريخ اهتماما باللاعب الإنجليزي الدولي بكراوي سنحاول التأهل لأولمبياد باريس ودخول تاريخ الكرة المغربية نقل يانيس بكراوي لعب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة رغبة رفاقه في تجاوز مالي وضمن التأهل لأولمبياد باريس 2024 من أجل دخول تاريخ الكرة الوطنية وسيواجه المنتخب المغربي في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا نظره المالي على أرضية ملعب الأمير ملي عبدالله بالرباط يوم غدنا الثلاثة انطلاق من الساعة التاسعة مساء وقال بكراوي في تصريحاته بالندوة الصعفية التي تسبق المواجهة نعلم أنها ستكون مواجهة مهمة ويمكننا أن ندخل تاريخ المغرب نحن مجموعة رائعة وسنحاول بلوغ الأولمبياد وتبع استرجعنا الطروة البدنية ونواصل الاستعدادات لمباراة الغد ووضع النقاط على الحروف رفقة الطاقم التقني واختتم الجماهير شجعتنا كثيرا خاصة حين نمر من وقت صعب خلال المباراة ونعلم أننا إن تأهلنا للأولمبياد وتويجنا باللقب سيكون ذلك بفضل مسندة الجماهير فهو نقطة قوة أكثر منه ضغط الرقراغي يمنح مهلة أخيرة لدياز وعدلي قبل القرار الحاسم يواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم انتصاراته في خطف المواهب الصاعدة من دول جنسية المزدوجة في الفترة الأخيرة وذلك بعد الظهور اللافت لمنتخب أصد الأطلس في بطولة كأس العالم 2022 حين بلغت دور النصف النهائي في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية ونجحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ضم أكبر عدد من المواهب خلال بطولة كأس أمم أفريقية تحت الثلاثة والعشرين السنة المقام حاليا في المغرب وبلغ فيها المنتخب الأولمبي المربع الدهبي نتيجة اعتماده على أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع أنديتهم الأوروبية واختاروا ارتداء قميس منتخب المغرب بدل تمتيل منتخبات يقيمون في بلدانها وفي الوقت الذي تمكن فيه المغرب من جذب عدد من النجوم بعد المشاركة الناجحة لمنتخب المغرب في المونديال كمهدي بوكامير وإبراهيم صلاح وبين يامين بوشوهري وأسامة العزوزي وأمير ريتشاردسون والطهيونس الإدريسي يأخوض الاتحاد المغربي أيضا سباقا محتدما من أجل ضم نجم فريق باير لفيركوزن الألماني أمين عدلي إلى منتخب أصود الأطلس وأيضا إبراهيم دياز العائد إلى أحضان فريقه الصعب قرية المدريد الإسبانية وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مصدر مقرب من الجهاز التدريبي للمنتخب المغربي أكدت أن وليد رقراكي يتكلف شخصيا بملفي إبراهيم دياز وأمين عدلي بتنسيق مع بعض المقربين منهما إذ يحاول إقناعهما بارتداء قميس منتخب أصود الأطلس اعتبارا من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها الساحل العاج في يناير المقبل وأضاف حسب ذات المصدر عن أن وليد رقراكي المدير الفني للمنتخب المغربي تحصل على موطيات جديدة تحص رغبة اللاعبين دياز وعدل في ارتداء قميس أصود الأطلس في المرحلة القادمة إلا أنهما مترددان في حسم قرارهم النهائي وتابع قرر المدريب الرقراكي منحهما مهلة أخيرة وحدد شتنبر القادمة لاتخاذ قرارهم النهائي إما اللاعب لمنتخب المغرب أو التراجع نهائيا عن فكرة ضمهما إلى كتيبة القائد رومان سيس واختتم المصدر النفس حادثه بالتأكيد على أن رقراكي يعتزم استداء اللاعبين دياز وعدلية خلال معسكر التدريب المغلق في الرباط في الشهر شتنبر المقبل للتحذر لمباراة ليبيريا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى نهائية كأس أمم أفريقيا وعليه يريد أن يحسم هذا اللاعبين قرارهم بسرعة حتى يسهل دمجهما بسهولة في التشكيلة منتخب أصود الأطلس إشبيليا يصدمون ساري وبونو في الميركات الصيفية أبدى الدوليان المغربيان يوصف انساري وياسين بونو استعدادهما للإستمرار مع إشبيليا الإسباني في ذلك تألقهما وارتياحهما مع الفريق الأندلسي وفي ذلك موافقة التنائي على الإستمرار يعرض إشبيليا رغبة اللاعبين المغربيين بإبداء موافقة على رحيلهما من أجل إنعاش خزينته المالية وفق ما ذكرت تقارر صعفها إسبانيا وتبعت أن الديون تلحق إشبيليا والنادي مطالب بتوفير 90 مليون يورو من أجل تسوية أوضاعه المالية قبل دخول غمار الموسم القادم الأمر الذي دفعه لوضع بونو وانساري للباي على أن يدفر برحيلهما من مقابل مالي مهم وأشارت التقارر إلى أن انساري يتير اهتمام ناديني كاسل يونايتد الإنجليزية الأخير الراغي في شدة في توقعه فيما يتحرك التنائي السعودي النصر والهلال لضم ياسين بونو ترجمة نانسي قنقر